16 اكتوبر 2023 بداية أسبوع موافقة للجميع من طول ماضي الساعتين نعود بالقراءة والتحليل على اخر مستجدة الوضع في بلادنا سباح الخير إبراهيم سباح الخير إيمان، سباح الخير لطبي، سباح الخير كيفة المستمعين ومستمعات بداية أسبوع موافقة للجميع وإن شاء الله رب يخفف على أشقاننا وإخوتنا في فلسطين المحتلة لطفي العماري صباح النور صباح النور إيمان، إبراهيم وجميع مستمعين ومستمعاتنا كيف العادة في الجوانب التقنية بلحسن نرأة الكونسوم وحن تهرفت تسوير للأخراج الرقمي مع تشيف الإعداد يباح ذينا بعد موجاز ماضي ساعة والوكوت كور بدرق على رئيس المركز الدولي دراسة بلستراتيجية الأمنية والعسكرية لفريقانس ورشاين كل عادة البداية كنت تسويت بحكياتنا فيش تحكي الأغنية التي أبكت الكبارس إبراهيم هي لغيرها تميزت كلماتا ولحنا وأداء بني وطني بني وطني اللي كتب كلماتها عبد مجيد بن جدو ولحنها في ساعة من زمان بارك مش حفظ درسك لحنها في ساعة من زمان يمشي يمشي تنخطو على اللحنان شالي أنور شالي أنور في درف ساعة من زمان الأغنية هذه اللي هي كانت نبراس كانت هي تشحث الهمم والأغنية هذه تم تسجيلها في استيديوات الإذاعة الوطنية وكانت تعاد وتمرر كل عشرين دقيقة ورقيبة في أحد التصريحات متاعه قال أنا بكيت في حياتي مرتين بكيت في جالتا وقت اللي كنت مزجون في جالتا وبكيت وقت اللي سمعت الأغنية هذه عبد العزيز بوتفليقة قال الأغنية هذه هذه تحرك المشاعر وتؤجج في كل مناظر حقيقي يعني حب الوطن وحب البلاد هواري بومدين نفس الشي يقول الأغنية هذه أغنية مؤثرة إلى بعد الحدود حسين أيت أحمد اللي هو المناظر الجزائري يقول وأنها هابت البابور في مرسيليا وقت اللي سمعتها خاصة اللي وصلت للبيت الأخير تقول يا فمغربنا يا فرنسا لنا قال بكيت نفس الشي بالنسبة للهدي نويرا والحبيب عشور كل كبار القاعدة والمناظرين قالوا الأغنية هذه وقد اللي سمعناها بكيت وعليش كل مناسبة متاعها أكتوبر يتم إعادة بث الأغنية هذه اللي تقريبا التوانسة حفظوها كبار وصغار نهيك وأن وزارة الطربية طلبت نهار السبت من المؤسسات الطربوية أن نقبل يعني أداء النشيد الوطني يتم أداء الأغنية هذه الأغنية هذه كعليش نحن نتواني نحييه روحا عليا ونحييه روح كل المناظرين اللي استشهدوا بحرب بنزرة الأبية حرب نذكر نحب نذكر بكل عجالة لأن ما ورد في كتاب البهج لا تغم ورد أيضا في كتاب البهج القيد السبسي صحيح أن على الأرض نخسرنا المعركة ولكن دبلوماسيا أربحناها ربحناها بفضل الحبيب بورجيبة بفضل البيهي رضغم بفضل المنجي سليم وبفضل الصادق المقدم يقول البيهي رضغم في كتابه وكان هو فاعل أساسي في تلك المرحلة يقول أن بورجيبة أنه رسل الجنرال لوغال وبعث له يعني الهادي خفشة يبدو لي الهادي خفشة أنا ذاك بعث له مع رسالة قال طلب منها باش نكتبوله رسالة قال اكتبت رسالة أنا والصادق المقدم ما عاش باتوش نادى البشير بن يحمد وقال له اكتب لي رسالة أكثر حد حبي يفهم قدره السيدة ذا يدونسو صنصلا كعليش وقت اللي هزهاله يعني مبعوث الرئيس الحبيب بورجيبة قبله جنرال دوغول ما قاش لي حتى أقعد قرار رسالة وحطها في الكازي في القجر وقاله سيتو مسيوري بريزيدون قاله سيتو بلغ تحياتي إلى الرئيس الحبيب بورجيبة عبدالله فرحات عفوا نبعثها مع عبدالله فرحات ويقول الباية لطغم أنه طلب منه بعثني أنا لواشنطن باش نقابل الرئيس أنا ذاك جون كينيدي قال من لي وصلت الباية لطغم وصل استقبل وزير الخارجية متاع جون كينيدي وأقام مأدوبة غذاعة على شرفه كان بحضور السفير أنا ذاك الحبيب بورجيبة الأبن وفي المساء قالت قابلت مع جون كينيدي وهناني قال كونه متهنين سندعم موقف تونس قال ابعثت الصادق المقدم كان أنا ذاك وزير خارجية مشاه قابل كروتشيف رئيس الاتحاد السوفيتي وقعد معاه وهز معاه بوفود تمثل عشرة بلدان أفريقية بلدان عدم الانحياز وقعد مع جروميكو أكثر من ثلاثة ساعات يحكي معاه بعث أيضا مبعوثين أخرين إلى بلدان أمريكا الجنوبية وإلى بلدان آسيا وغيرها مع تحذر لعدة الكل وقت اللي اجتمع مجلس الأمن متباية لحالة فرنسا عندها حق النقض ولو تعديوا للجمعية العامة لأم المتحدة قال يلزم اللمو خمسين امضاءات على الأقل باش نعملوا الجلسة العامة قال الموجي سليم تحرك وبسرعة فلم أكثر من ستين صار الاجتماع وتم التصويت بستة وستين صوت معا ثلاثة وثلاثين احتفاظ وصفر صوت فيت فرنسا لأن فرنسا غادرت وكعلاش قال هبط المناظليين في باب سويقة يكتبوا على حيوة بورقيبة ستة وستين ودوغول اسفر وكان وقتها القرار اللي اتخذها كولو باش ترجع المفاوضات بين الحكومة التونسية والحكومة الفرنساوية وتم الاتفاق على إجلاء آخر جندي من قاعدة بنزارة الأبية يوم خمساش اكتوبر بداية من الساعة الرابعة مساء وهذا كان اللي تم تحية إلى روح المناظليين ونحب نذكر لهنا وقت اللي كانت الدبلوماسية التونسية فعالة اخسرنا كلينا الضربة في ساقيات سيد يوسف ولكن دبلوماسيين اربحناها كلينا الضربة لإعتداء الغاشم الصهيوني على حمام الشط ولكن اربحناها في ثلاثة مناسبات الدبلوماسية في عهد بورقيبة كسبت زوز دول هي أعضاء في مجلس الأمن وعندها حق النهض نقض عفوا فرنسا في زوز مناسبات ومولايات المتحدة الأمريكية سنة 85 اللي لأول مرة تم تنع على استعمال حق النهضو نقض وشنوه؟ حق شنوه نتفيه؟ وما هو يقول حق النهق وهو أصح حق النهق حق النهق نقض قلت نهق باري مش تقلت تاسعلي انت معنات أولي لا خطأ معنات أولي واحد قلت استعمرت حق النقض لا ومداخلة ممتازة جدا قلت استعمرت حق النقض واخترين الساعة من واحدة تكون ديبلوماسية فعالة وتكون بالتصالات وتكثف الاتصالات بتاعك تنجم تقنع بواجهة القضية بتاعك وتنجم تلقى يعني أنصار في مجلس الأمن في الجمعية العامة للأم المتحدة بش يدعموا الموقفة بتاعك وهذا اللي صار وهذا اللي تم وحدك برهم بالحق وقتاش صارت حق بانزرتين حقوق جاي لدي وقتاش تتعر 19 جويدي 1961 عباد سخيل وفاة صار مشخم ومزنش كتابر جاي لأ آخر جونك في فرنس تو نص وقت اللي نحكو على 6000 شهيد توسي معناها العباد هبوا لتلبيت نداء برقيبة من كل انحاء الجمهورية كمان تعبف العباد والعباد معناها حفاية وعرية راو واللي معناها بعد ما بقى ستة الاف اللي توفاوا برشا استقروا في بنزارة ولتوا يعيشوا في بنزارة وخاصة عمروا كذاحي اللي اسمها توا جارزونا وذاك علشتوا كتمشي لبنزارة تلقى لالقابل كل انتع الجمهورية التونسية موجودة في بنزارة يعني ناس مشاوا مساكنة البريمة فيهم في دعصاء وينديوا يغنيوا ها فرانس سرانة جينا راهي بنزارة لينا هذك الشعار اللي كانوا رافعينه وبعد والاسف بنزارة باش تتعاقب وتقريبا الى يوم نسي هذا تعاقبة لي دي من عمد بقول تتعاقب الكيف تعاقبت قفسة تعاقبت القسرين تعاقبت شوف ما نخدموش ونقولوا تعاقبت لا لا ما نشي هذي فمر بعض من المؤرخين يعتبروا راه مؤرخين يقولك تعاقبت ما نشي نحكيه على اي مدينة احكيه على مدينة اللي كانت نوارة المدن في وقت فرنسا ومحبش يساب المستعمة نحكيه على اجمل مدن تونس هذي زي ما نعترفو به مش خاطر احنا نعمل كيف وقوله كيما مدينة بنزارة تعاقبت لي انه من بعد ما وفات حرب الجلال فما قيادات من الجيش هم بنزارتية ما كانوش متحمسين برشا للدعوة منتاع بورجيبة وبالتالي كانوا ماخذين في خطرهم كيفاش سقط العدد هذيك الكبير منتاع القتلى وخاصة انه كانوا من بين القتلى ضباط شبان ليهم ثم ايمان من بعد بشوية تصير المحاولة الانقلاب نتاع الف وتسعمية واثنين وستين على بورجيبة وكانت من جملة عناصر الانقلابية قيادات عسكرية بنزارتية كنقولوا الباراتلي معناها وكشك ونقولوا عليه بن سالم اللي مزاكيتو فالله يرحم والخبائي اللي فرار قفصي ونقولوا المستاري بن سعيد هذي مقولوا بنزارتية دونك بورجيبة ما كانش يخز رباعي الريضة اللي بعد بورجيبة هو عسكري بالاساس زي العابدين بن علية وبالتالي معناها ولي بعد بعد بن علية وقت هاد البلاد دخلت في سينة اخرى اكترى معناها كل عام رئيس وكل ستة شهر حكومة بالتالي تونس لكل الظلمت في الاثناشين سنة هذو مانيش مش نبعد يسرع الشيء اللي كي نحن وسمحني علي بن سالم اللي يرحمه في عدة تسريحات عمره والاقال بنزارت ريت عاقد بالعكس رغم اللي هو تسجن في عهد بورجيبة وكان من الناس اللي تالعين في المحاولة بنزارت ماخذة حظها اليوم في الترمية بنزارت مرهونا في قندرة قندرة قبلها ماخذها ومدهين ماخذها اسمعني اسمعني كل واحد يقول تحكي تحكي على توفر عوامل يقولك تعاقبة ومتعاقبة ياش عاملت الناس اللي يتبعها الدولة مثلا كي راهنت على السياحة كقطاع استراتيجي من عام 75 شوف سوسا كيفاش ولعته الحمامات ونابل بنزارت تقرب منه بنزارت اللي هي 40 كيلومتر من العاصمة وتمتاز بشواطع ولا ارواع اقرب الاوروبا اقل شي بنزارت كي ينجم يكوفاها مطار وكان ينجم له طروط هذاك اللي تعملها هنا هنا يكون تعمل عنده عشرات سنين التوا بنزارت تتهز القنترة تاقف الدنيا والتوا بنزارت المكسب اللي يفاه هو اللي خلاته العكري معناها لا اكثر ولا اقلت القنترة هاو تعاد عليها السيد الرئيس تعاد عليها قداش من مرة اربع سنوات يتعاد عليها ماشي وجاي اش بيه ما عمل هاش كي مسارة القنترة ما عملش القنترة هذيك والتكلفة متاعها في وقت الماكنة اقل حتى ما التكلفة من القنترة هذيك سؤال نا لش اليوم انا مع مش معلوت فيك قلبين بل متوقتها وفتاوه هيك اش قلنا احنا يقولي بعد ووو البيج يا سيد يعني وفترك حكم البيج اذاك فاصل في تاريخ تونس ويش نحق على حكومات المشاريع الكبرى ايش حكوماتك يتأسسنا حكومات عندما انخرطت في معارك جانبية ما عنده حتى علاقة بالتنمية هو المشكل وين مش متل هنا شبنزرت انا رجعنا سوسا واسفاقس ونابل تقريبا كما القصرين والكيف والقيروان يعني ولينا في الفقر سواه هذا التمييز الايجابي اللي صار بين الجهات انا ردناهم كلها مزمر عليهم ولا دونك ما طلعناش جهة وقلنا هذي هاي فلاثناشن سنة وولت نوارا في البيان هردنا اللي كان نوارا بيه شكونوا الامير الحمر ايش قلت لك انا مانيش بش نبعد برشا اللي كان يحكي فيه إبراهيم يعني بش نرجع بيكم الحادثة هيرا ولا تزال راسخة في اهدهان عالاقل جيلنا احنا او جيلنا اللي اكبر منو شوي لانو احنا بيدنا وقتا كنا صغار برشا في العمر فما فيلم تعمل اسمو عملو ستيفان شبيل بيرك اسمو مونيخ الفيلم هذا اللي عنده وقت يتفرج فيه الفيلم هذي استعرض فيه كيف انتقمت الموساد من قيادات ايلول الاسود اللي عملو عملية مونيخ 72 في مدينة مونيخ الالمانية اللي كانت اسرائيل مشاركة برياضيين متاحها ومن جمعة من قيادات ايلول الاسود تجزوا من العدائين الاسرائيليين وبطبيعة الحال تم قتلهم كانت عملية معناها هذت الراية العام الدولي لسنوات بعد عملها كما قلنا ستيفان سبيل بيرك في فيلم خرج في الفيلم وخمسة وفهم ملعة لبنانية اسمها لمية زيادة هي بالعباز هي بانتر لكن هي زيادة ستيليست موديليست وديرونومي كانت هي ديركتريس أرتيستيك عنده واحد كما اسمه جون بول جوتية مثلا عملت كتاب اسمه اونوي اوميزيو احكيت فيها على اساطين الترب العربي والكتابة دي عمل بست سيلر غير مسبوكة في باريس يعني تقريبا بعد جمعتي كعبة مقعدتش غير هاكل نجاح مشات عامة كتابة اخر سماته ماتري جراند ميلون كوليارهاب وماللي كانت تحكي على النجوم الترب ولا تحكي على النجوم السياسة عبد الناصر وقدامه غيره غيره والكتابة هذة كلاكبوت ما صارش لانها جبدت فيها على العملية هذية ايلول الاسود قلنا ايلول الاسود انه مجموع القيادات من المنظمة هذية المنظمة هذية اللي تكونت بعد ايلول الاسود اللي صار في الاردن وقت اللي تقريبا انتخلنا في حرب هلية بين الفلسطينيين والجيش الاردني وتمت عملية ابادة وتهجير غير مسبوكة ووقتها انتقل الفلسطينيون من مخيمات الاردن الى مخيمات بيروت فزادة الفلسطينيين مكانوش حملان وديعة لانهم حبوا يتيحوا بملك الاردن حبوا فلا يقول لك الاردن في الاصل تاب على الفلسطين وكانوا يعتبروه نظام رجعي ولا بد من الاطاحة به وهذه كان يقود فيها معناها عرفات في تسعة وستين وقت يشد هو رئيسة المنظمة لكن كان زادة جارش عبر شوناية في حواتما وصارت معناها برشة تجاوزات كبيرة في حق المواطنين الاردنيين يعني يكفي مش تعارفين انه في احدى المرات تم قتل شرطي اردني وقطع رأسه وتم لعب الكرة به في الحي اللي هو يسكن فيه فتحرك الجيش الاردني وقامت مجزرة كبيرة في حق الفلسطينيين وتم تهجيرهم الى الاردن ومن هناك كونت المنظمة هذية المنظمة هاذي كون كونها كونها علي حسن سلامة يسموه الامير الاحمر عليش يسموه الامير الاحمر لانه ولد هاذا من عائلة بورج وزير ويلي تين تريتة 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 تريبالام يعني في سيدنا يوسف ولو انها ما نعرفوش سيدنا يوسف هاذا اللي تراه طيح ما في عناها بلق كان كما قلنا على درجة كبيرة من الثراء كان معناها للومبورجيني والسيارات الفاخرة يعني كان ماجن وعابث عبثة كبيرة في سماء بيروت وهذا الشيء معناها سهارليل كما نقول وهنا مشهور جدا في بيروت فجأة ينقلب ويولي معناها في منتهى الالتزام ويصبح هو القايد متاع جماعة الايلول الاسود بعد ما صارت العملية هذية تقرر الموساد انها تنتقم منهم بالواحد بالواحد مدام احداشن واحد تقتلهم الاسرايليين الموساد عملت قايمة في الاحداشن قيادي وبدت تسيبراهيم تصفيه كل واحد تصفيه في بلاسا اختاروا مثلا في روما قتلوا وقل زعيطر في باريز حطوا القنبلة في البيت متاع محمود الهامشاري شاول قبرص قتلوا حسن عبد العشير القنبلة حطوا هالو في الشامبر متاعه وكمال عدوان ويوسف النجار وكمال ناصر وبقية القيادات للي بقى حسن سلامة الامير الاحمر فاركسوا عليه فاركسوا عليه القاوة في باريز لكن حسن سلامة كان محيط نفسه بمعناها حراسة مشددة جدا ثم انه عمل كل باكت مع سيا على اساس انه يتعهد ان منظمة ايلول الاسود لن تتعرض للديبلوماسيين الامريكان واعتقد انه حصن نفسه تحسن سلامة روح البيروت في بيروت متزوج ارش كل متزوج ماخد جورجينا رزق جورجينا رزق اللبنانية والليس إبراهيم كانت ملكة جمال العالم مرأة عندها جمال فحش كلا نقول كلمة اخرى يتزوجها ويجيب منها اولاد وبطبيعة الحال يعيشوا معها بطبيعة الحال في بيروت لكن ديما من مخبأ الى مخبأ نهار كلمها قل هني جاي كيما نقوله باش نفترة في نص نهار ونسمع وميدي ميد مابعضنا طلت من الشباك شافت الموكب بتاعتك رهب متاعه جايين كيما نقوله واحنا طفت الجاز على الفتور هي طفت الجاز على الفتور وتسمع في التفجير الطل من البركون تلقى السيارة متاع زوجها وقد ذهبت اشلى واحترقت بالكامل هذه حكاية حسن سلامة او الامير الاحمر ايش بدناها في هالمناخ هذيه بعد جرجينا رزق اشتعرس بوليد توفيق الفنان اللبناني اللي تعرفوه قولت هو بطبيعة الحال تعيش معاه في هانه وثبات كيما نقوله فتحية لارواح هؤلاء الابطال وتحية خاصة للشهداء وتحية للصامدين في غزة والمدافعين على ارضهم ونقلهم مرة اخرى عملوا على رواحكم ردوا باكم تدخلوا العرب بيناتكم هاكم ريتوا اشقاصيتهم العرب راهم ما تتفردوا وما تتحلوا اموركم اللي نهار تتعملوا على رواحكم وعلى رواحكم فقط وعلى عريبة برب يعاونوهم بالصمت ولا شيء غير الصمت حتى الايدانة والاستنكار ما حاش تخومش بها خليوا شعب يقاوم على طريقة مقاومة الروس في معركة ستالينجراد الشهيرة واللي معناها أبدع فاها المواطن الروسي في حماية بلاده من الاحتلال النازي فتحية لشهداء غزة وتحية لأحرارها وأبطارها اللي مزهروا على قاية الحياة وإن شاء الله يبقى على قاية الحياة تحوصي برا لا ما عندي منظيف صوفكو لطفي تعرر لأنه البيهيلات غير مثلا يقول أنا أشعر بالذنب لأني كنت وراء مقتل أو استشهاد الكماندر اللي بجاوي لي هو كان شاب قال جاني للمكتب البيهيلات غير مقتل وزير دفاع هو قال جاني للمكتب لأنه كان طالب الدعم جاني للمكتب اللابس سيفيل قلت له بلاستك مش بحدايلة هنا تمشي تلبس الكومبا متاعك وتمشي تقص الدر بتهزي الكتيبة متاعك وتمشي كانش عنده تغطية هذا من الناس اللي استشهدوا الرائد اللي بجاوي على الأقل ترحموا عليه فم حاجة بسموة بنزارة اي 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 موجودة وحيوهم وحبينا زادة مدام إبراهيم مش بد على البيهيلات غير إنه البيهيلات غير بعثوا بورقيبة في وساطة أيام أيلو الأسود بين الملك حسين والقيادات الفلسطينية بش ثمش ما يتلطف الجو شوية لكن متبات الحال قيادات الجيش الأردني أكثر حتى من الملك كانوا مصرين على إخراج الفلسطينيين من الأردن وبطبيعة الحال الدرجة أنه هذه متراية في التروة وهي مؤكدة أنه عرفية وقتها التجأة واختبأة في سفارة مصر في عمان وكان الجيش الأردني يطارده فهم قاعدين قدام السفارة وصلهم لخبار اللي هو متخب بالداخل خرجوا وفد عربي كان في اجتماع مع السفير المصري ولاحظ واحد من قيادات الجيش الأردني أنه في وسط الوفدة فهم مراهة لابسة نقاب أكلم مركز المخابرات متاعهم قالوا له هذي كان يخارج في النقاب أروا عرفات إيش نعمل نوقفوه نقتله لا المهم لا المهم يغادر وغادر عرفات عمان باتجاه بيروت وسيظل الفلسطينيون باتجاه القاهرة القاهرة والقاهرة وسيظل الفلسطينيون في بيروت ثم يكون الترحيل متاعهم إلى تونس في حرب واحدة هذي يذكرها الباقي لضغا في الكتاب متاعه وتعرضنا لها سابقا يقولوا أنه كان المستشار الأمني إصفاره متاعنا في عمان هو اللي اقترح كونه بشيس العرفات يلبس السفساري واعطاه وليد متاع ولده بشهزوا في ديه على أساس هني مراهة حمطني وقت اللي داخل شكه فيه كما كنت تحكي أنت وحبوا رم الأردنيين خاصة الجيش الأردني كان شهادة صحيح كله بالشوق العرفات ولكن في الأخر منع منعوا الباهي لضغم باهي لضغم لكان مبعوث القمة العربية وهذه من بل الأسباب اللي خالت بورقيبة في علاقاته تتوتر مع الباهي لضغم لأنه حسوا أن الباهي لضغم ولا عنده نظرة أخرى خاصة أن قرب ياسر من عبد الناصر أن ذاك اللي يرحمهم الكل وبالتالي جات فيما بعد بعد عوتوا باهي لضغم من المهمة اللي قام بها واللي منع بها عرفات وقت أبدأ بشوية بشوية حتى اللي تم تعويضه من طرف الهديميرا يحكيها ذاك بكودة ديتيارة في الكتاب متاعه ولو الكتاب متاعه ترجى تيتر بوستيوم يعني خرج ولده عبد الرحمان لضغم ولكن تلقى فيه برشة معطيات حتى يقدر يتحدث على الحرب بتاع بنزرت يقول وأن فرنسا استعملت النابالم هين عم سيدي؟ في فرنسا هذية توا اللي دافع توا على إسرائيل استعملت النابالم استعملت النابالم في بنزرتوك عليش فيما برشة شهداء من الشباب والشبيبة الدستورية تعرف تكون كاتب عام من الشبيبة الدستورية حاسيب بن عمار حاسيب بن عمار كان كاتب عام من الشبيبة الدستورية وهو اللي قاد المسيرات هذية مع الأسف استعملت النابالم كما استعملت زاد النابالم استعملته في حربها ضد معناته ولله الجزائريين وفرنسا راي ارتكبت مجازر كبيرة وكبيرة جدا ويقول أنه أيضا في مجلس في الجامعة في الأمم المتحدة ضغطت على البلدان الإفريقية المستعمرات السابقة متاعها كونه ما تمشيش مع تونس زوز فقط ممشيوش مع تونس اللي هي الكونجو والنيجر لا عفوا الكوديفار والنيجر ممشيوش مع تونس ولكن بقية البلدان الإفريقية كلها مشيوش مع تونس في حربها الدبلوماسية ضد المستعمر الفرنسي كان برجيبة يشعر بنوع من العقدة على أساس أنه تم اتهامه حتى من قبل صالح بن يوسف أنه تونس لم تحر بما يكفي من الدماء ومن الشهداء وكان حتى الأصدقاء والإخوة في الجزائر عندهم بعض العيتاب كيفاش تستقلوا قبل ما نستحقلوا مفروض ما ترضاوش باستقلال داخلي وتمشيوا في التصعيد مع فرنسا أما استقلال من الكل أو لا وبطبيعة الحال كان ثمن بطبيعة الحال جمال عبد الناصر من الشيرة الأخرى اللي هو يمثل معناها الخط الثوري في حركات تحرر ها برجيبة بحرب بنظرت ماذا عمل؟ استدعى جمال عبد الناصر للاحتفال واستدعى بطبيعة الحال أحمد بنبلة رئيس الجزائر في ذلك الوقت واستدعى ولي العهد امتعى ليبيا ابن الملك دريس وممثل بطبيعة حال لملك المغرب واستطاع أن يذيب الجليد الخلاف مع عبد الناصر وتعود علاقة التونسية المصرية أو بليتو البرجيبية الناصرية إلى صفائها ومبعد بطبيعة الحال بشوفها كيفاش ترجع تتوتر بعد تصريحة ريحة الشهير واللي تعرض فيه برجيبة وحتى المحاولات تغطيها وقتين يكمل الجولة متاعه ومشى للبنان خاصة ومبعد يمشى حتى الدول الأخرى في الشرق سيدي بعد شوية سنبقى في بنزارت ونعود على هم تصريحات ريس الجمهورية البارح 2 شرفو على حيث ذكرى الستين لعيد الجلاء بعد الفاصلة الإشارية ترجمة نانسي قنقر وإبراهيم الوسلاتي على راديو ماد في معركة الجلاء رئيس الجمهورية ويكون الصحة بضاعة وليم عندوش فلوس ما يدويش يموت هذا هو البرنامج شوف الوضعية الأذية قداش موجود معناه الفساد ينخرر تونس نتيجة الاختيارات التي تمت في السنوات آخر سنوات ثمانين برنامج الأسلاح الهيكل هم عندهم الحق في الصحة العمومية نحنا في حاجة إلى ثورة تشريعية مش ممكن مواصلة إدارة الدولة بتشريعات ثارة عليها شعب ويتم التعطيل من قبل الجهات المتواطة مع اللوبيات في تولس هذا هو الواقع هذا هو البنزر كما سفاقس كما عديد المستشفيات الأخرى وفي بعض الحالات ليس فيها أبسط مقومات المؤسسة الصحية في سليانا ما تماش اسكنار معنى طوال عمل جاري لتوجيه لآلة اسكنار تلقى في كل الولاية فساد ينخرر البلاد كما صار في الباجة اسكنار الموجود في المستشفى معطر في المستشفى العسك قال اسكنار لم تتعطل تعطل في كل المشاريع بحجة وجود نص يتم تأويله خدمة للوبيات العشر من الاشخاص اللي قاعدين يحبون هو كما يقع اليوم نحتفل بعيد الجلاء لا بد من الاحتفال بعيد الجلاء جلاء آخر لتطهير البلاد ليطرد هؤلاء من المرافق العمي إذا كان يعمل حر هو حر ولكن المرفق العمومي يلجب يبقى مرفق عمومي خاضع لمبادئ المرفق العمومي أشوف الوضعية أشوف أموال الشعب كيفاش تهدر وهذه الحظائر هي أن المفروض تنتهي لقضية الحظائر والمناولة لأنه نوعا من العبودية المقنعة المفروض مختصرة وبدأ يعمل منذ 2020 على أقل الفصل هذا المفروض الفصول تستجيب فصول القوانين تستجيب بإرادة الشعب مش تكون عقب أمام تحقيق إرادة الشعب بذكر عليش قول في حاجة إلى ثورة تشريعية مش ممكن ندير الوضع الحالي في تونس بالقوانين اللي فرعا له هكتواس عايش إبراهيم هو الإشارة هذية كان في الزيارة اللي أدها السيد الرئيس الجمهورية اللي تفقد مستشفى الحبيبو قدفة وكان بيرفقت والي بنزرت قسم أمراض النساء والتوليد اللي هو مسكر وخارب عنده يمكن تقريبا عشر أسنين حب نشير وانا السيد ولي بنزرت تم تعينه يوم صلى التشقه تلفين وواحد وعشرين يعني عنده عامين وشهرين ونص ونحب نشير أن السيد وزير الصحة تم تعينه في ستة أكتوبر سنة تلفين وواحد وعشرين يعني عامين الظرف العامين هذونا ما تفطنوش للوضعية المتراكمة منذ سنوات عليش ما تمش إصلاحها خاصة وأن هذيا يعني هذيا مش 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 يصلح لمستشفى كامل هذيا مش يصلح عيادة فقط التوليد هكا لا 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 قسم كامل مستشفى وحده المترنيتي وحده قسم بايه قسم عامين كاملين السيد الوالي ما تفطنش لهذا عامين كاملين ما نجمش يصلحه ثم أن السيد الرئيس الجمهورية تحدث على ثورة تشريعية احنا بتفقين معاه ولكن السيد الرئيس الجمهورية كان يستعمل في المرسيم من 25 جويلة 2021 إلى غاية 13 مارس 2023 كما في العطل الرئيس لماذا السيد الرئيس الجمهورية لم يقم بنفسه بإصلاح هذه التشريعات اللي هو يعتقد ويراوه أن هي اللي زادت في أن الفساد ولا يسمع مستشري في كافة مفاصل الدولة وفي كافة المرافق العمومية يعني هذا كلام يقولوا حتى مواطن عادي أما السيد الرئيس الجمهورية عنده جميع الصلاحيات تقولوا بش هو يأذن ويشرع هو مباشرة في إصلاحه ما فسده من خلال تشريعات جديدة زادا يزم يتهزلوا رابور من عند ولي الجيهة ولا ما عند مجيجاوي للصحة متاع الجيهة ولا ولا موش مطالب زادا موش مطالب الرئيس هو بش يعرف ملايس الكل ووزير الصحة عينه السيد الرئيس الجمهورية يسعني المرابط في ستة اكتوبر 2021 يعني عنده مزوز عامين وشوية علاش ما تمش التفطن للقسم هدايا وإصلاحه علاش علاش حتى نيجي سيد الرئيس الجمهورية بش يلاحظها هاي مسؤولية شكولة هنا خلينا من مسؤولية السابقة هذيك هذيك فساد سيد الرئيس حكم عليك فساد ولكن هذن عامين كاملين ما نجموش يقوموا بإصلاح معانت المركز هدايا ولا الشصم هذي القسم متاع الولادة علاه حتى يجي رئيس الجمهورية نفسه بش يأذن هو يلاحظ وانت الوالي اش تعمل انت اش تعمل الوالي عندك جميع صلاحيات انت تمثل رئيس الجمهورية في المنطقة انت رئيس الدولة في بنزرت في اي ولاية الوالي هو يمثل رئيس الدولة رأسا ويتصل مباشرة خاصة وان هذا من الولاد المحسوبين على السيد رئيس الجمهورية عينوا نحى الوالي متاع بنزرت نهار 12 نهار نهار 12 قوت عين هذا نهار 3 شهوث تعرف من الفين وعشرين الفين وعشرين فما التصريح للمدير الجهة والتجهيس في بنزرت يصرح ويقول راهو مارس وحده عشرين هو التاريخ انتهاء الاشغال الداخلية تجديد وتحديث وتهيئة قسم التوليد ب بنزرت البلغ تكلفتها ستة مليون دينار نهار على اساس وانه الاشغال رادت من قبل العشرين هاي يرا على اساس توفا فانتايع اليوم أحلى على مشاريف 24 وفو ما حتى شيء ومقاولين تداولوا ووزارة الصحية تداولوا ومدير الجهوين تجاولوا والولاتة داول وواي 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 وبعت قولي بنزرت مش من سياسية ها هذي المسؤولين هاو المسؤولين اللي كانوا السابقين وحتى الحاليين حتى ساعات ساعاتك تبدأ منكوبة حتى في نوعية المسؤولينين تحطهم على رأس الولايك ما لكن شوفي انتي مراكز توليد في مستشفية أخرى داخل الجمهورة أحكيلك شوف حتى في عالفين وثلاثين سيخرج رئيس الدولة في نفس الخيطة مفروض مثلا لاثنين وخمسين ويقول لك مفروض هذي تتصلح وهذي ما تجيش لا وكيفاش وبحدها يبدو الولاد شفت سيد الرئيس شفت 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 يعني ولد سياسة الدولة وخطاب رسمي كان رئيس مازال في المعارضة عنده تقريبا 4 سنين هواش وهو رئيس مازال يطرح بالأسلة ومستغرب ومتعجب كيف وكيف نقول يخي بالحق سؤيل سنة سؤيل توا سؤيل مغير بعيد على حق الشاي إخي رئيس الجمهورية مطالب وأنه يعرف الماترنتيه تعبن زارت ويغفى أشغاله وماترنتيه قفسه ما فيهش سكانير واسبيطار قليبيا بليش فرم ليه أنا سألتك هذا فحديث أصوار بيتسمعه أنا سألتك بيتفهم أنا تعرفيني ما عندي شكل حلق رئيس الدولة هو الذي أمضى قانون مالية في 23 و22 يعرف قديش تدهورت الميزانية المخصة لقطاع الصح وإحنا اكتشفنا في السنتين متاع الكوفيد الوضعية البائسة اللي موجود فيها القطاع هذا خاصة من حيث البنية التحتية والموارد البشري اليوم ينجم يكون عندك مركز توليد من أرقى ما فهمه ما عندك شطبي بيولد هذا كوي نحن نكونوا متناغمين رئيس الدولة يعني في السياسة يعني في حاملته الانتخابين والسيد الوالي اللي معاه وكل البهرج اللي معاه بصحتهم لكن أنا من أجل مش نحكي الحديث ذاك ومن صدقه وش ما يتباع ليش ما نشريش مواطن عادي داكور شايخ عليه رئيس مشايخ تفقد في سبيتارات بيدو لكن رئيس هو بيدو يعرف اللي قلص من الميزانية الممنوحة لوزارة الصح نحكو شوية لا 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 ما دام واقف الأشغال بارة طول تلقاها مرصود الفلوس ما تسبتش أنا نعطيك قائمة في 13 مستشفى شاي بناء كامل وشاي تصليح وشاي تهيئة واقفة كي تقول له عليش واقفة قول لك رو موجود في الميزانية لكن الدولة ما صبتش الاعتماد المالي لا منتصورش على خاطر في 19 في 19 كي كان ولي بنزارة محمد قويدر هو والمدير الجيهوي ونواب الجيهوي وي 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 هما قاموا بزيارة وظرورة التسريح ما قالوش وقتها بيجيما فاماش نحن لا نحكو بالذات على المستشفى لأننا نعرف الحالة هذه حالة عامة شوف انت فقط بش تفهم اللي عندك 80% من خريجي كلية الطب في تونس قاعدين يهاجروا غدوة ما كشف تلقى الطب حتى الجنراليست ولا الزورجنتيست اللي يخدموا في أقسام الاستعجيل احكيك النهار مع الدكتور طرق دو جور التالي قال لي نتحداك تمشي القسم من أقسام هذوما وتلقى فيها طبيب 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 معناها أنت دكتور قال لي كلهم دي ريزيدان اللي قاعدين شدين الأقسام هذي على خطورتها نرجع للصحيح جوهر الأشياء بنتي انت كدولة في التيتر دو اللي هو التنمية متاع البلاد اللي بيش تصلح به جنتر اللي بيش تصلح به سبيتار اللي بيش تصلح به مكتب انت هذا أضعف اليوم تقريبا ميزانية ترصد للتنمية في تاريخ تونس أضعف يعنيها مرة تتردوه يمشي بالضعف هذي هو تقريبا في الميزانية متاع 23 وبالتالي شنوه اللي يصير انت طيب ما تحكي على علش ما كملتش بطارن نعم نعطيك هنا مثال بيش تفهمي الدولة هذي يجب ما نقولوا الحقائق راوه نحنا نعرفوا اللي عنا المزودين بما فيهم المقاولين يسالوا الدولة 11.000 مليار يجوه يعطوه المرشي هذا أبدا يبدا هو مثل ماش فلوس يتبلع هو في الديو يدخل هو الحبس ولا يهرب من تونس والدولة ما تخلصوش أكثر من هك يهبط له الفيسك يقول له يود ياري الدولة ما خلصنيش يقول له ذاك مشكل بينك وبين الوزارة اللي ما خلصتكش انا باش نحاسبك على اللي خريته ياري ياري ما زالت في الكاغت ما خريت شي مش مشكلتنا الدولة موسالة في 11.000 مليار للمزودين كيقولوا مزودين بالسلعة وإلا بالخدمات جيني تقول يبني لي هذي دكار هذي دكار هذي دكار هذي دكار وهذاك برشة مشاريع تنطلق ثم تتوقف هاو نسكن هنا ورايا كياس معناها ملكة بناء و بناء و بناء و جف وعملوك القسر وغيرها 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 لهم بش يزينوا الميزانية و يقول لك هوك عملنا حسننا في الأرقام و حققنا فعض يعني أنا ما نخلصش الضول ما و ما نخلصش الكراه ونجي الوالد يقول له شوف الشهر ذاي فضلنا فلوس يا بابا راك مبلع مع فلان لا أنا مش مشكلة ذاك معان دوني يمشي لانو أنا الدولة وخلي يشكي للصباح هذاش معناها مشروع واقف رئيس دولة ما كانش يصير علاش المشروع هذا واقف ينادي وزير التجهيز علاش علاش واقف يستمون ان شاء الله يجيب لي بحديك و يجيب لي شباب الشيص المعوط الكلام اللي تحب تسمعه و على ذلك فقيسي عشرات مئات المشروع لا تكن حاجة بشتبه فزار التجهيز كل عام يبدأ عندها بيجي لجهر الاودية والقناتر و كذا تحسبان للفايضانات البيجي هذا ما عادش فهم اكثر من هك تمشي توا مراكز امن و غيره ما عندهمش وراق 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 اكثر من هك مرة مشيت بيج تعمل عملية اخذر لها جراح و هي عندها ستة شهر تستنى خلها ما فهماش برا و ما فهماش كده و ما فهماش البلوز اللي بيج تلبساه خارج اتي مشيت شرت و جابت له واسيدي التونيو متاح قلت له هاني حاضرة قلها داكور ادخل عمل عملية متاعك هكتو دارل امور في المستشفيات متاعك وخطاك من اللغة هذية كله تشقشيق عني هك سمحني قالوا سيد رئيس فمزوز مقاولين اللي راهم ابداوا وبطلوا ما قالش لي يعنيش بطلوا او ثم مقاول ما اخذ مشروع كيفاك ويبطل مالقاش باشي خلص خندينتو ما قالش يعنيش بطلوا شكارة السيمان تعرف شا عملنا نحنا في القمة ذيكا تاختاك مالقمة يا بنتي بتاع قديش لمدنا لا ما لازيدي سالين على قمة تيكاد وعلى قمة الفرانكو فوني قال نعملو كان في القمام احنا مالفروض نحط فوق نقطة اخرى شوف شوف علش اليوم انشوفو كان في ربما مثلا مستثمرين ولا ناس فيسدين في مجال المال والاعمال يتحاسبوا دا كوردو فهمش ما هامل بيخي علش سياسيا مرينا حتى مسؤول توا نتحدث عن فساد الدولة خي الناس اللي حكمت من ثمنطاء بين 14 لثمنطاش العشرين عشرين الفلوس اللي تلمت ما تلمتش السيوس في الشاهدي ديخليون المسؤولية السياسية علش ما يفهمش محاسبة بتاع مسؤول سياسية علش معنا ورئيس الدولة نذكره الف مرة كونه السيدة الرئيس الجمهورية اطلب مباشرة من السيدة وديك المالية قال لا اعمللي اوديت كامل على الميزانية وعلى القروض ويبدو انه قدمته له ولكن الى حد الان لم ينشر منه شيئا ما تنجم انت تقيم وتشوف تحدي المسؤولية الا ما تعمل انت التقييم متاعك وتقول هاو الخطأ وينصار في الوقت الفلاني مع رئيس الحكومة الفلاني مع الوزير الفلاني وتحملوا المسؤولية الى هنا شوف بالاضافة يا سيلوتفي عنا توى ميزانية التنمية بالنسبة للسنات تقريبا اربع مليار فاصل ويش قداش تصرفنا منها الى حد الان واحد فاصل ثمانية مليار ثم راهي ميزانية التنمية والعام شوف هاي يلتوى مفاي شوف قال هانا صديقنا استاذ الاقتصاد ثم شوف الميزانية تلقاها موجودة على الورق راو عندك مثلا ستة مليارات انت موجودة كذا على الورق موجودة هاي تبشي الوزارة التنمية وزارة الصحة تبشي الوزارة المالية بربي لو عندي ستة مليارات هذوكن مش تصبهم لي للمستشفى متاع الحبيب بو قطفة اقعد استنع يقول لك ما عندي ستة مليارات تعبش نعطيك مليار ماشي بيه امورك تجيب انت المقاور بش يبدى على اساس بش يخدم ستة مليارات صفقة اللي تحلت في 2018 بثلان صفقة تحلت في 2018 تجي انت تحب تخدمها بلي بخي متاع 2024 هذه شنية ماذا شكرة سيمان تولت؟ 16500 تتلو باكمنتاشون 16500 تسمعي شكرة السيمان وشوف الهديد وشوف الهديد في 2012 كانت بستة الف وخمسانية كميون ترمال كانت في 2010 فعشر الاف فرنك كميون ارمال تاو كميون ترمال بسبعين ثمائين الف وما تزيهاش هاي المقاور اللي ياخذ الشانتي في 2018 وطبط عليه انت ثلاثة واربع سنين وتحبوا يكمل يبنيه لك بنفس السوق وعناش تول مشاريع الدولة ما عادش عليها اقبال من قبل المقاولين مقاولين يعني يقول لك شو نصرف وندق دقون بعد ما نخلصش سبقوا بعد تنكملك وبعد يطلع لك مئة وعشرين دفوف لا ما يطلع لكش دولة قلابة خطو البنوك اللي قاعد تسل في الدولة الدولة قاعد يترجع لهم هاكو كل يوم اجل بعد 2030 بعد 2030 هاك المقاول اذا كبش يمشي اخو اربع دورو من البنكة بش يدور دولة البنكة تقولوا ليه خاطر قاعد تسل في الدولة يدونك سيرك الكامل تطلع تعملي الشعار كيف نحك وترجع هاكو سيرك واضاف رئيس الجمهورية بان اثار الفساد لتقلوا على اثار القصف على المستشفيات في فلسطين شوف الاهمال والفساد وموالي الشعب التونسي يلتقدر وهذه اثار حريقة كذلك كل واحد يقول لك ما اعطى الاخر ولكن الهدف هو تعطيل كل طرف يتحمل مسؤوليته في ضرور هذا مرحب الفعل لان احنا في معركة تحرير تونس من الفساف شوف حافظوا على النظر هذا قال لنا مرحب المفارقات شعار ايه وليس 400 مليون ونمشات هي مليارات ونمشات في تونس باش مليارات ولا ما يتكلم مع المليارات يقول لك لا ابرياء هؤمن ايه الناس نضاف ايه الناس نضاف ايه 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 الصورة بلا الصورة متاع الفساد والخرب اللي وقع في تونس ولا اه بد من وضع حد شوف اثار الفساد لا تقل عن اثار القصف متاع المستشفيات فينا قصف ظل المستشفيات في فلسطين ولانا قصف الفساد أدى الى الخرب بشكل هذه تونس ممكن اتواصل بشكل هذا مع المفسدين وضع القوانين على مقاسهم سوف نرى الوضعي المعاني هذي اشني معناها الاجلاء يعني الفاسدين هذونا السيدة الرئيس الجمهورية وين يحب يرميهم في البحر ولكن السيدة الرئيس الجمهورية تحدث عن الفاسدين منهم قداش عددهم في البلاد يظهرش معاته اكثر من اشتر السكان تعتونس بكلهم فاسدين الكلهم يتم اجلاءهم هذي معاته الاجلاء القصري ومن هنا جاء الاجلاء القصري ومن هنا جاءت كلمة تلقاها حتى في الطورات موجودة هذية نرجع لهنا السيدة الرئيس الجمهورية دائما يرجع يتحدث عن القوانين سيدة رئيس الجمهورية الآن مسؤوليتك انتا ان القوانين هذية اللي تراوى ان هي كانت المساهم الاساسي في ارساء منظومة متاع فساد انك تغير هاي سيدة رئيس الجمهورية احنا نشوف البارح وقت المصافحة متاعه السيد ابراهيم بودربيل رئيس البرلمان بادر وغزر الناس الجمهورية يمكلموا حتى كلمة مدلوا يدوا سلم عليه هو قالوا ان شاء الله نربحوا في معركة تحرير الوطن سيد الرئيس وهو رئيس برلمان هي تحرير الوطن مش نحررهم للفساد مش يتم اجلاء الفاسدين الله واعلم قداش عددها ماذا مش يتم اجلاءهم ولكن نرجع دائما للتشريعات هو استاذ قانون السيد الرئيس الجمهورية هو الذي السنة القوانين هو عمل دستور هو عمل مع تولى لنظام انتخابي هو عمل اكثر من مئة مرسوم في الفترة اللي تولفاها مع تولى مقاليد الحكم وكان في الفترة الاستثنائية من 25 جويلة 2021 الى غاية 13 مارس انتصاب البرلمان الحالي 2023 تقريبا مئة مرسوم لماذا السيد الرئيس الجمهورية على الاقل للناس الموحدين به الحكومة متاعه تجيب له مشاريع تقوله سيد رئيس السيد وزير الصحة لهنا يجيب له مشروع لإصلاح المنظومة التشريعية في الصحة السيدة وزير التجهيز نفس الشيء السيدة وزير التجارة نفس الشيء السيدة وزير التجارة بنفس الشيء الوزراء للحكومة متاعه هم اللي اختاره عليه المستشارة متاعه هم اللي اختاره عليه مش حتى اللي يمشي هو تنقل بنفسه حتى على عي المكان وشاهد هو اثار الخراب هذيك ويقعد هو يندد بها ونحن نندده من ورائه باثار الخراب هذيه ولكن متى ظهر ذلك الخراب على ذيك قلنا مهم السوفي لوت في العماري مثلا الرئيس ماذا بين اليوم يقضى على التاولة قلت يا انا المترنيتي تعبا زارت لي مشيت له البارح والخراب قلتو من 2018 والاشغال متوقفة قلتو ندي نزيل صحة هاي تفضلوا تجهيز وصحة وكل الاطراف المعنية بس القضية هاي تفضلوا ماذا طالبنا بها من مره لحظات ولكن بكلام سيد الرئيس كينا نسمعه في بيانالتا الجامعة العربية قريبا في نفس المعنى يعني وفي نفس شوف هل يعرف سيد الرئيس وهو يتحدث عن أنه الفساد في فلسطين مئة مرة أكثر من الفساد في تونس كله يدخل تقارير الدولية الترانسبرانسية وغيره تو يشوف حكام وقيادات فتح وقيادات حماس كيفاش يضربوا المثل في الفساد وفي التلاعب بالمال العام وانتع الفلسطينيين كله يمشي يشوف القيادات فتح وحماس كيفاش يعيشوا خارج فلسطين أولادهم وين يقرأوا وين يعيشوا وكيف يتمتعون ببحبوحة العيش تويفهم حجم الفساد اللي موجود في فلسطين كان هو في ذهن فلسطين هي مدينة الله وكل فلسطيني هو معناها إنسان ولا أربعة في الحياة وملك رئيس الدولة يجب أن يراجع القناعات هذه لأنه هذه حتى في السنة والتستينات ما كانتش تجد علينا مسألة الثانية إذا ما يعرفها رئيس الدولة أنه قطاع غازة اللي هي 342 كم مربع يجي جد سلينا والكيف فيه أكثر من 30 مستشفى ومصح قطاع غازة فيه أكثر من 30 بين مصح قطاع عام وقطاع خاص وفاها بمصحات اللي الخدمات انتهى ألف مرة خير من المصحات اللي موجودة في تونس دونك نحيو عليكم هكا الصورة اللي ربما مترسخة في الأذهان واللي تعدي لكم فاها الجزيرة ديم على قطاع غازة المسألة الثانية كما كان يحكي أستاذنا إبراهيم الوسلاتي سيد الرئيس أنت رجل القوانين بامتياز أنت كتبت دستور كامل وحدك هذاك خاطر بش تاخد به كل سلطات اللي كنت بش تصلح القوانين اللي تفيد لبلاد وتفيد العباد هذه هو قاعدين نستنى وفي رحمة ربي لأنه إذا ثم قايد ولا رئيس دولة في تاريخ البشرية تمتع بالصلاحيات اللي تمتع بها سيادتك مفروض على الأقل كي ما ديما نقول أراك معناها اليوم عملت لنا ثورة تشريعية على الأقل فالعامين هذوما اليوم سيد الرئيس لا عندك حكومة ناقشك لا عندك برلماني عرضك لا عندك لاجد مالية تنجم تقول لك لا اليوم واحدك تلعب تلعب واحدك والملعب فارغ وحتى الشباك للزوز ما فيهمش تقول لك وبالتالي وأسهل حاجة أنت رجل قانون والله كان جيت معكش رجل قانون بره بش تشاور و بش تفهم أهم أنت رجل قانون يعني تقعد الصباح فاك تويل متاعك في القصر وحي دفيلتر وباك الدخان على اليمين وتبدأ تنحينا هكا الاقتصاد الرائعي وتنحي هكا الرخص وتعطي فرصة للشباب اللي قاعد هذيوم قتلتوا البطالة وبينوا معنها وإلا البحر الشباب المتاع اللي يستنوا منك في ثورة تشريعية الإدارة اللي تستنى منك الشيك قانون 411 القانون متاع 96 اللي هو مكبل قوام الإداريين ولا مسؤول في الدولة التوصية اليوم مزال يمسوا اللي يحرك ورقة خوفا من سطوة وعواقب القانون 96 إخي هذو مش يلزموا يلزموا فلوس ما يلزموا مش فلوس يلزموا ما هذو ما وحدك سيد الرئيس تعمل يا سيد الرئيس بورقيبة عمل مجالة لحوال الشخصية وما أدراك وما خافش وقت اللي كانت تونس كلها محافظة وكانت السطوة سطوة شيوخ جامعة الزيتونة وشيوخ جامعة عقبة في القيروان كلمتهم أكثر من نابلة ياخذ بورقيبة القرار هذاك اللي يبدل به وضع المرأة وبتبيعة العال معها وضع تونس وبالتالي في اللحظات هذية في اللحظات المفصلية في تاريخ الشعوب يظهر القماش متاع الزعمات إلى الآن منزلنا النزمة وفي خطابات ويبدو أنه زمن الخطابات منزل بيشي استمرنا هيك وانا دخلنا في سنة الانتخابات وبالتالي هذي كلها شعارات لا تغني ولا تسمن من جوع ما طلبناش منك معجزات طلبنا منك أكثر حاجة نجم تعرفها أنك تقعد تخرج مساء مراسيم نحي هذه نحي هذه نحي هذه خلت تفرهد العباد خلي هكي الاقتصاد الموازي يدخل في الاقتصاد الرسمي اقتصاد الدولة ويفرهد ميزانية الدولة ويدور الدولاب في البلاد هذا كله معناها مقدور عليه في الزابل ما يتكلش في فلوس يتكلف شوية وقت لكن يتكلف برشا عزيمة وبالعودة إلى الدستور 2014 يصرح مصطب بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي يقولها الدستور غير مقدس ولهذه الأسباب لم يقع تركيز المحكمة الدستور مجلس الوطني اللي ما يحبوش فرامل يحبوا سوقه كما يحبوه ياخي هذي جديدة هذي هذي من 2014 قادمنا نقصو فيها وقتلي على الأقل سورلو بابي فما أغلبية اللي موجودة في كرتهج وموجودة في بارد وموجودة في القصبة لأننا ما نحبوش الفرامل تنسنا وكينا عجبتنا الحكاية كونه واحد يسوق من غير ما يقول لواحد لا فما فروج ويزمك تقف وما تطلعش على الرصيف إلى غير ذلك لكن بعد وليس نحذر في الندوات ونصف على الأصوات هو الدستور متاع 2014 أولا ما هوش مقدس هو عمل بشري والندوات العلمية بينت وأن فيه ثغرات وهذا يجب إنسان يحل وذنيه هذاك عليش نقول الإصلاح تحدثنا على الإصلاحات قال عشرة في الميال التصليح وخاصة على مستوى النظام السياسي اللي ما كانش متوازن وما كانش متوازن لا هي حكاية صفقات ولا غير ذلك ما كانش متوازن لأننا اخترنا أن الرئيس حتيناه في البروفيل متاع دور الحكم ما عندوش سلوطات واسعة عندو سلوطات وكتبوا عليها برشة أخصائيين أما ما عندوش الحل والربط لكن بالقيمة متاعه لأنه منتخب بالمباشر الوزن المعنوي امتاعه وقلي تبدأ فما مشكلة عندو الحق في التدقل وهو اللي يلعب دور الحكم لأننا عارفين هالمرحلة الانتقالية ما تماش أصعب منها في التاريخ تاريخ الأمم مش تاريخ تونس بارك الانتقال دائما ترانزيسيون ديما ياسر سعيبة لأنها اللعبات قادة تدرب على حاجة معاش تايش خيكوننا في ديمقراطية احنا قبل مرأي هي هو حيقول دكتور بن جعفر ولكن هو صاحبك الكلمة المشهورة أحسن دستور في العالم بالتالي هو بعد مدة اعترف في كل كرامة هو مهوش مقدس وفي فقارات فعلا مهوش مقدس ولكن مع الأسف كانت فم الضغوطات التي تمارس خاصة من طرف حركة النهضة أنا ذاك أنه لا سبيل إلى مراجعة هذا الدستور لأنه خاصة وأن إمكانية المراجعة متاعه أو إعادة النظر فيها أو تحويره يعني معلاها أقفال عليها أقفال ثم أنا نذكر أن الباجي قيد سبسي ذاته مرة تحدث في أحد التصريحات متاعه يقول فما إمكانية ربما لمراجعة بعض فصول الدستور ولكن بقي عند هذا التصريح ولم يفعل شيئا فما كان فما طواطأ ما بين الأطراف الحاكمة أنا ذاك أنه منمسه حتى شيء خلي الأمور خلي كيكة خلي كيكة خلي كيكة خلوها تعفن حتى الجاهم السيد قيس سعيد ذاته ليلى وألغاهم هما ودستورهم وعمل جاهم دستورهم وتاعه والخاص به دوت في العمير ودستور هذية معناها لم يكتب بمنطقة العقل كتب بمنطقة الثأر والتشفي وبمقولة حتى لا يتكرر ما حصل في السابق وبالتالي كان الدستور الحذر والحذر المبالغ فيه وهكذا سقطنا في فخ تفكيك السلطات إلى أبعد الحدود يعني نتحدث على ثلاثة رئاسات ونتحدث على عديد المؤسسات بعضها دستورية وبعضها غير دستورية تسعا وبالتالي معناها حصل انتباع لدى المواطن التونسي بأنه تمت بعثرة الدولة والتونسي عاش لعقود لم يكن لقرون في دولة على الأقل موحدة في رمزية الحاكم تاحها سواء كان بي أو مستعمر فرنسي أو رئيس دولة لكن المشكلة يا إيمان أنه لكتب الدستور هم الذين كانوا يناضلون ضد بن علي وبالتالي كتب بعقلية حقوقية غلبة عليها الحذر إلى أبعد الحدود واستغرق كتابة هذا الدستور سنوات وسنوات أهمل فيها الجانب الاقتصادي والاجتماعي لكن فيما بعد شفنا أنه الجانب الاجتماعي والاقتصادي هو الذي أطاح بهذا الدستور وليس الرئيس قائد سعيد الرئيس قائد سعيد هو الذي قطف الثمرة يعني اللي أطاح بالدستور وبكل منجز 2011 2021 هاي هاك الوباة بتاع الكوفيد ايه سكرت مؤسسة سكرت وحوانت وكذا وناس فلست وناس معناها دخلت في معناها أتون من الفاقة والحاجة أول مرة الشعب التونسي يخرج يتظهر في ضروة الصيف هذا لم نتعوده في تاريخ تونس حتى إلى ثورة علي بمغ ذهب أول مرة التونسة في الصيف اللي هو عادة يقول لك ما يجوع فيه حد وما يبرد فيه حد والناس عادة قل تلقى حل بدلاعة تنجم تفطر لكن وقتها خرجوا التونسة لأنه وقتها عدد الأموات فاق الـ 25 ألف ومعاك عدتش عائلة في تونس ما فقدتش عزيزة عليها ثم أنه حتى طريقة العلاج وطريقة الدفن كانت مهينة للذات وللكرامة البشرية فكل هذه التراكمات معناها أفضت إلى ذاك اليوم اللي رئيس الدول لاخده فيها القرار ووجد فيه تجاوب كبير من عند أغلبية الشعب التونسي باش نفهم اللي معناها المنجز الديمقراطي السياسي الحقوقي لا يمكن أن يسير في مسار منفرد عن المنجز الاقتصادي والاجتماعي شكرا لطفي شكرا إبراهيم نهاية ساعتنا